وفيما يتعلق بملف المياه قال الرئيس السيسي إن حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وأدف الرئيس السيسي أن مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مشيرا إلى أن مصر ستكون أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة ثلاثية متطورة أنا عايز أقول لكم أن البرامج اللي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مياه طبقا لمعايير من نظامة الصحة العالمية أدي واحد ثم أن نستفيد بالنقطة بالمياه اللي موجودة دي بأكبر قدر ممكن إحنا سنكون تقريبا من أول أو ثاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها شكرا